أكثر من ألف يوم من المعارك المشتعلة في تعز تتركز غالبيتها في الجبهة الشرقية منذ أشهر وهي ما بين عمليات جس نبض ضد الميليشيا أو صد هجماتها قوة الشرعية تمكنت من استهداف تجمعاً للميليشيا الإنقلابية بمربع سفتل العسكري أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا أثناء استعدادهم لمحاولة الهجوم على القصر الجمهوري فيما تكثف ميليشيا الحوثي وصالح من قصفها على الأحياء السكنية من المدينة خصوصاً باتجاه صالة والجحملية تم استهدافهم بالمحفظ الآلي تم استهداف تجمعاتهم عند ورشة طربوش وتم استهدافهم بمقابل تحت سفتل لكن كمناطق عسكرية أو تجمعات عسكرية مديريتها جبل حبشي ومقبنة بالريف الجنوبي الغربي تدخل قائمة المعارك الشديدة في منطقة الأشروح والعقاب عدة عمليات للميليشيا بتعزيزات كبيرة ومحاولات متكررة للهجوم لكنها فشلت في اختراق المنطقة للالتفاف على مواقع الجيش الوطني فيما غنمت قوات الشرعية أربع آليات عسكرية بعد دحر الميليشيا من غرب جبلهان والله حصلت محاولات التسلولات والسيطرة على بعض أماكن كانوا ماسك لها المقاومة الشعبية في مقبنة وفي قبل حبشي وتم الاتفاف على المقاومة ولكن المقاومة الشعبية تم السحب بعض القوى بضع ساعات ثم تم الترتيب ودحر العدو من الأماكن التي تم السيطرة عليها قذائف مدفعية طلقتها الميليشيا على حي المطار القديم غرب المدينة أدت لأضرار مادية وتأتي بعد خسارتها العشرات من مقاتليها في جبلهان فيما استهدفت الميليشيا عدد من الأطفال بقصف عشوائي على حي الشماسي وسط المدينة مدفعية الجيش الوطني تستهدف بشكل متكرر مواقع ميليشيا الانقلاب العسكرية خصوصا في الجبهتين الشمالية والشرقية بلال صبر الإخبارية تعز